ماش تفاوت في التوقيت ما بين الكوتل رغم التفاوت في الحجام بتاعه طيب تحب اي مش مشكل سيدة حسنة كلمتك مؤجلة لا لا نزولا عنده رغبة زملاء كلمتك مؤجلة ما يسيلش اي شغل المليح يبطع كل حال سياه ثم بالجسم سياه ثم بالجسم مش موجود بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هايزين من التنبيه ريزي خليك مرحل بسم الله الرحمن الرحيم حكينا اليوم على موضوع اليوم هو موضوع متع الديوانة طبعا من حق اعوان الديوانة من حقهم العمل النقابي من حقهم القيمة التسريحات من حقهم ابذاء الرأي من حقهم كذلك التمتع والمطالبة بكل حقوقهم حتى حد ما زيد عليهم لكن من حقنا نحن كذلك كمجموعة وطنية كمواطنين تونسيين كدافعي ذراء انه طالب بحقوقنا تجاه هذا السلك علش لا يمعناه يختلف اثنين على انه السلك هدايا اصبح اليوم الرشوة فيه متفشية اختبوت فساد التف على هذا السلك في العهد السابق كنا نعرف من هي العصابة ومن هي رؤوس العصابة ومن يحرك دولي بهذا السلك اليوم ورث الجميع هذا الفساد هدايا ورثوه واصبح الكل رئيس العصابة كنقول الكل رؤوس دي ما نحكي على الفاسدين وننزه كل الناس ننظيفه في هذا السلك كل من هو فاسد هو اصبح رئيس عصابة واصبح هو يعمل فيه طريفه متاعه واصبح هو يدخل في الكماني حاشته بها الديوانة اليوم اصبحت تحلم الدولة التونسية موارد كبيرة وكبيرة جدا مداخيل قد تغنينا ربما على زيادة في المحروقات بمئة مليم لو كان عنا مداخيل من هذا السلك غربان اصبح السلك هدايا نحب نقول لعنوان الديوانة الي نجم يدخلوا في هذا السلكوية هدايا الي الكربة ولا الكاميونة الي متفركسهاش وتخلت تدخل وتاخد صنورو ولا دي صنورو نجم تكون فيها مواد عفونا عفوكم الله سرطانية ينجم ولدك واخوك ومرتك يمشي ويقضيهم السوق ويأكل من مواد السرطانية هذيك وربما تولي المشكلة اكبر واعمق وتولي مشكلة صحية وعيد مشاكل اخرى ماهيش كان فلوسك هوا يظهر لي اليوم المشكلة ماهيش في الديوانة في التعيينات ماهيش مسؤولين المشكلة اكبر برشا وانها مشكلة متاعقلية ومشكلة متاع وعي وثقافة الحل يظهر لي في تطبيق برنامج من اين لك هذا اعتقد انه عون بتاع ديوانة نعرفه مدخوله قداش نعرفه قداش عنده اقدمين يخدم نعرفه مدخيله شنية نجم نشوفه عنده دار تسوى مئة مليون ولا مئتين ولا مليار يظهر لي واضح الشيء نكتفيه بأينا لك هذا نجم نخرجه لسه كاملة اعتقد انه اليوم الاسلاح في هذا المدان واجب صحيح اليومش ناقش نحن النقابة قلنا هذا حقهم لكن قبل ما نحكيه عن نقابات يظهر لي يلزم عملاها اسلاح جذري لهذا السلك اليوم ملاش ندلي ماشيش نقول حتى حد ضد النقابة اعتقد انه نحن ضد الاضراب معا حمل الاشارات ما نذكره ديما ان السلك هذا هو سلك فيه مشترك بين اعوان اداريين وبين اعمان عوان حامل السلاح ربما نكتفيه بحمل الاشارات للتعبير على الاضراب الكلمة الختمية التطهير في هذا القطاع لازم بل اكيد وشكرا بارك الله فيك سي محمد طار الالي شكرا سيد الرئيس عندك سيد وزير كنا كنا نود مناقشة واصلاح منظومة القانون والنظام الاساسي للديوانة لما تتميز به الديوانة في تنمية موارد الدولة وفي نفس الوقت لما شابه هذه المنظومة من تقاطعات وفساد في الاسلوب والمنهج والمضبور لكن في هذه المرحلة نحن نناقش تنقيح لهذا النظام وفي اطار تحسين عمل اعوان الديوانة ودفاع عن حقوقهم المهنية والادبية والمادية ومن موارسة حقهم النقاب يدخل هذا المشروع في تنقيح القانون عدد 46 لسنة 1995 ولو ان هذا المشروع المعروض بين ايدينا يضع مسألتين مهمتين مما يفقده معنى التنقيح ومعنى الحق النقابي وهي مسألة الاستقلالية ومسألة حق الاضراب نحن في كتلة الحرية والكرامة لنا اقتراحات خاصة في الفصل 9 جديد في هاتين النقطتين وشكرا لكم بارك الله فيك سي محمد طالب الالي الآن السيدة عيشة ذوادي السيدة عيشة ذوادي تفضل ولكي خمس وثلاثين بسم الله اذا بالنسبة لحق النقابة في الاضراب حق الدوانة عفوا في نقابة خاصة مستقلة عن باقي النقابات تتمتع بالاستقلال وتحفظ لها حقوقها وتناظر من اجل تحسين اوضاحهم المادية والمهنية والمعنوية امر يعني مقبول ولكن لابد من منع حق الاضراب لأن هذا القطاع حساس مرتبط بهيبة الدولة وحسن سير دولي بها وحسن سير المرفق العام ومرتبط بسلامة التراب التونسي وحياة التونسيين الذين قد يؤدي الاضراب الى الافتقار الى ادوية مصيرية او فقدان صنوحية هذه الادوية والانتفاع بها وتعطيل حركة الايراد والتصدير وكذلك يمكن ان تفتح على حدودنا وعلى بوابة حدودنا اشياء معناها تكون مضرة فتفقد الحدود حمايتها وسلامتها لذلك فان هذا الاضراب يكون سلبياته اكثر من ايجابياته ولابد من منع هذا نوع من الاضراب شكرا سيدة عائشة ذاوادي سي محمد جحبيش ولك ثلاث دقائق شكرا سيد الرئيس اليوم يعرض علينا قانون الديوانة كان بودنا وان قانون شامل يتقدم لنا من طرف الحكومة لاعادة النظر في مؤسسة الديوانة بناء ونحن في مرحلة تأسيس تأسيس لدولة قائمة على اساس القانون والمؤسسات وعن مبادئ العامة وعلى الشفافية والمحاسب اليوم المشروع القانون المعروض علينا يجوز لأعضاء الديوانة بشي يعملوا نقابة لكن يحجروا في نفس الوقت لهم حق الاضراب هذا المشروع جانيقس وباعتبار وان اذا قلنا وان لأعوان الديوان الحق النقابي فان حق النقابي يجب ان يكون مشمولا به حق الاضراب فلا يمكن ان نسند من جهتنا الحق النقابي ونسحب حق الاضراب عن اعوان الديوان لان حق الاضراب هذا وحق النقابي سيقع التنصيص عليه سيد صلبة الدستور الجديد ان شاء الله وفي صورة ما ستقع المسادقة على هذا القون على هذا مشروع القانون بهذه الصفة سيكون هذا القانون في المستقبل قانون غير دستوري وقابل للنقض من قبل المحكمة الدستورية سيد الرئيس قانون الحق الاضراب لا يمكن ان يسحب وانما يمكن بالنسبة لأعوان الديوان ان يقيد ان يقيد في الزمن وان يقيد بالنسبة للجهات التي يمكن لها الحق ان تضرب وهناك جهات لا يمكن ان يسنى لها الاضراب لكن الحق لا يمكن ان يطمس في هذا المشروع ولا يمكن ان يقع سحبه بصفة كلية لأعوان الديوان احنا في اللجنة التشريع العام دفعنا عن هذا الاتجاه وقلنا وطالما وان اسند الحق النقابي لأعوان الديوانة فان ذلك الحق يجب ان يكون متبوعا اصالة بحق الاضراب من جهة اخرى لا يمكن كذلك ان يسند حق النقابي لأعوان الديوانة ويمنع عليهم الالتقاء بقية النقابات لان قوة النقابة هي في اتحاداتها ولا يمكن ان تقع نقابة الديوانة لمفردها وتدافع على اعوانها بصفة مستقلة وعن بقية الاتحادات النقابية الاخرى لهذا ارى من ضروري عند المراجعة الفصول فصلا فصلا ان نرجع الى هذه النقاط ونتدارسها ويقع تعديلها بما يتماشى والحق النقابي والحق الاضراب بصفة تكون شاملة وتضمن هذا الحق بصفة واضحة مع امكانية تقييد حق الاضراب عند الضرورة وشكرا شكرا سي محمد لحبيش سي هشام حسني سيدة ريم الثيري شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السيدة الحضور يتنزل مشروع القانون المعروض علينا في اطار سيغة عرض مشروع تنقيح القانون عدد 46 سنة 1995 بخصوص الترخيص في العمل النقابي مجسد في اقتراح فصل جديد في سيغته النهائية مع شرح الاسباب ومقدم منطرف وزارة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية عن الادارة العامة للدوانة للسلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه لم يخلو هذا المشروع في مضامينه الجديدة من روح الاصلاح إلا لأننا نريد أن نلفت الأنظار أن في مقتضيات هذا المشروع يوجد بعض التضارب مع المبادئ التي حفت بمسيرة الحق النقابي نحن في حزب العريض الشعبي للحرية والعدالة والتنمية نرى لزي من علينا في إطار الدفاع عن الحق النقابي الدواني أن نطالب بإعادة النظر في بعض الفقرات من الفصل التاسع الجديد المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدوانة الذي نص على منع حق الإضراب لأنه حسب تقديرنا أن أي معالجة للحق النقابي الدواني خارج هذا السياق سينتج عنه قرارات مشوهة وحاملة للعديد من التضييقات على الحق النقابي فالإضراب في التعريف القانوني هو امتناع جماعة من العمال عن تأدية أعمالهم بقصد الضغط على صاحب العمل حتى يستجيب لمطالبهم فهو أداة مشروعة وسلاح فعال يلجأ إليه العمال بعد استنفاة كل الوسائل المطالبة والتفاوذ الودي وبعد وصولهم مع صاحب العمل إلى طريق المسدود لذلك نتمسك بحق الإضراب لأعوان الدوانة الذي كفرته كل القوانين في العالم المتقدم والنامي والمتخلف فهو مبدأ أساسي للعمل النقابي ولا يجوز التفريط فيه لأن بدونه لا أساس للعمل النقابي وحجب الإضراب يعني أن يكون العمل النقابي والنتائج المنجرة عنه بلا فائدة وبلا نتيجة تذكر لذلك نريد أن نحسس الزملاء النواب حول خطورة منح الحق النقابي بدون عناصره الأساسية كما أننا نصر على استقلالية النقابة ووحدتها والنائي بها عن كل استغلال سلطوي أو نفوذ سياسي لضرورة أن سلك الدوانة وحدة لا تتجزأ أما فيما يخص حق سلك الدوانة في المشاركة في الحياة السياسية فهو حق مشروع على الجميع أن يسعى إلى تحقيقه وذلك تطبيق للفصل الأول من المرسوم 87 سنة 2011 الذي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والذي يعطي حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها وبما أن أعوان الدوانة هم مواطنون تونسيون فلهم الحق بتمتع بهذا الإجراء لذلك نقترح إعادة النظر في الفصل السابع من الباب الثاني لنفس المرسوم الذي ينصه على منع سلك الديوانة الذي ينصه على منع سلك الديوانة من الإنخراط في حزب سياسي بالإضافة أيضا إلى تغيير النظام الأساسي المنظم لسلك الديوانة حتى يتماشى مع هذا المطلب وقبل أن أختم نحن في حزب العريضة الشعبية ندلي بالدور الهامل الذي يقوم به عون الديوانة في حماية أمن واقتصاد البلاد ونعبر عن كامل مساندتنا وسنعمل مع بقية الزملاء النواب من مختلف الكتل النيابية في المجلس على توفير آليات وقوانين تسمح ما يمكن ماديا ومعنويا للرفع من مستوى المهن والمعيش لعون الديوانة كذلك نريد أن نلفت نظر سلطات الإشراف إلى ضرورة تسوية وضعية ال�ديوانيين فيما يخص استثنائهم من برنامج التوقيت الإداري الجديد وسبل ضبطه يكون متماشياً مع التوقيت الجديد المعمول به كسائر مصالح الوظيفة العمومية وكذلك التسريع في النظر في مشروع تسوية المسار المهني لأعوان الديوانة فنحن في هذا المجلس الموقر نبلغ صوت الديوانة الذين ينتظرون الاحتفال بعيد الديوانة في شهر ديسمبر القادم لأول مرة بصورة حقيقية بعد رفع المظالم فنرجو أن نكون في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم والسلام عليكم شكراً بارك الله فيك سليم بن عبد السلام ما يتفضل عندك سبع دقائق شكراً سيد الرئيس سمعت عدة زملاء اللي تحتطوا على رغبتهم بشي شوفوا هالمجلس يتلهاب بقانون حول إسلاح منظومة الديوانة بأكملها هذه فكرة جيدة وكنا نشطروها ربما فهم برشا دوليب الدولة برشا إترات في الدولة اللي يستحقوا الإسلاح لكن في المجلس هذا نجب أن نذكروا لعنا أولويات ثم أولويات يتحدد وخاصة في لجنة التشعيع العام اللي درست هذا هذا المشروع اللي هما في الوقت الحالي المشروع القانون حول الهيئة المستقلة للانتخابات وبعد الهيئة المستقلة حول الإعلام السمعي البصري وكذلك نجمنا نعتبره كأولوية الإسلاح الجهاز الأمني بأكمله خاصة بعد اللي شفناه الجمعة اللي فات وبعد اللي شفناه في الأشهر اللي مرت لكن هذا بشيكون موضوع الحديث غدا مع سيد وزير الداخلي نرجع للموضوع إذن موضوع اليوم هو موضوع الساعة هو هو الحق النقابي في سلك الدوان والحوار حول حق الإضراب اللي تم رفضه في مشروع القانون المتقدم لهذا المجلس تحورنا على كل هذه الجوانب في اللجنة وبش نعود الحوار اليوم في الجلسة العامة كان من وجبنا بش نلقاو اعتدال بين الاعتراف بالحق النقابي اللي هو حق متعلق بسيفة رباب برش اللي حق التعبير حق التعبير على مصلحة سلك معين هو حق التعبير على مصالح ومطالب السلك هذا و كي نحكي على الاعتدال كي لازم نلقاو اعتدال مع المصلحة العامة اللي هي مصلحة الدولة ومصلحة الشعب وأولها بش نحميه حق الدولة بش تتحصل على الموارد المادية اللي من حقها بشي تحصل عليها طبقا للقانون وهذه هي مهمة الديوانة الديوانة كما نعرفون ماهوش سلك بالمرفق العام كما اي سلك اخر بانه متعلق خدمة اعوان الديوانة متعلق بسير دولي بالدولة وهما متكلفين كذلك باسمرارية المرفق العام وكذلك بحراسة الحدود يعني ان حتى كان تم الحوار على الحق النقابي وعلى حق الاضراب كذلك ما كانوش نجمو زوز حقوق عارفين بهم في كل الدوليب الاخرى والايتارات الاخرى والمرافق الاخرى ما كناش نجمو نتخيلو اللي نجمو نعطيو لأعوان الديوانة حق نقابي او حق اضراب في نفس الظروف الحق النقابي اولا كان نجمو نعتبرو للقانون هذا نقص لكن كيف نقولو اللي اللجنة تفقت على على نجمو يتمارس الحق النقابي الا في اتار نقابات مستقلة هذا فعلا النجمو يكون مضارب مع الحق النقابي في ما يخص الانضمام للنقابة اللي يختارها أعوان الدولة ولكن هذا نجمو نعتبروه كذلك كخطوة أولى كخطوة أولى في اتجاه في اتجاه تحقيق حقوق جديدة لأعوان الديوانة ونذكروا باللي احنا توفي تونس في فترة استثنائية اللي هي فترة انتقالية ومنجمو نسمحوا رواحنا اليوم بش نحلوا البيبان على كل شيء بلا منشوفه فين بش توصلنا فين بش توصلنا التجربة هذه نجمو نعتبرو أن الحقوق هذه جديدة اللي أسسناها لأعطيناها لأعوان الديوانة تجربة للمستقبل وربما تكون تفتح المجال لحقوق جديدة لحقوق جديدة في مرحلة جاية اللي تكون في الوقت المناسب لذلك ولذلك كل هذه الأسباب نجمو نعتبره اللي حتى كان القانون هذا المشروع القانون لحد الآن حتى كان يظهر ناقص في بعض الجوانب مثلا في تحقيق الحق النقابي وكل ما يشمله ففي آخر الأمر هو خطوة في الاتجاه الصحيح يعني اتجاه تحقيق حقوق جديدة ومن المستحسن أن نصادق على هذا القانون في آخر الأمر بالتعديلات اللي بش تناقشوا عليها طبعا اللي تنجم تحسن هذا القانون وتحقق الحقوق اللي نحب ونقسوها في هذه الفترة الجديدة وشكرا برك الله فيك سيسليم السيدة حسنة مارسيت السيد الرئيس أن أحداث نقابة للديوانة أتى نتيجة لثورة الكرامة التي هزت المجتمع التونسي غير أن أحداث هذه النقابة بدون وسائل للضغط لا معنى لها فهناك فهناك والتعلل بحساسية هذا القطاع أمر لا يستقيم فهناك قطاعات حساسة تتمتع بحق الإضراب كالأطباء والممرضون وأعوان شركة الكهرباء والغاز وغيرها فلم نسمع أن الضو قد انقطع نتيجة إضراب إذن أنا مع حق الإضراب مع توفير الحد الأدنى من الخدمات لضمان أمن البلاد في تقديرنا أن المسألة لا تتعلق بحق الإضراب من عدمه بل الأمر يتعلق بأن العقيدة الأمنية القديمة لم تتغير مع حكومة الثورة ملاحظة أخيرة والله أريدها أن أقدمها على المجلس الوطني التأسيسي نحن أعضاء المجلس التأسيسي عرضة للاتهامات بالتباطئ وأنتم تمتروننا بوابل من المشاريع التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد الانتهاء من القوانين الأساسية الرجاء أخذ هذا بعين الاعتبار وتقديم الأهم على المهم والسلام وشكرا بارك الله فيك سياة عبد الرزاق الخلولي شكرا سيد الرئيس وهو هذا جيد جدا أنه يقع مراجعة بعض القوانين والتشريع التي تنظم أسلاك ذات حيوية وذات أهمية في هذا الوقت بالذات وخاصة أن هذه الأسلاك عانت عانت في مجملها من تجاوزات ومن إشكاليات كبرى ولم تخرج يخرج سلك الديوانة عن منظومة الفساد ككل ونقول أن سلك الديوانة هو من الأسلاك التي تغولت في المجتمع التونسي وتغولت من باب أنها كانت تمارس بعض التجاوزات ودخلت في ملفات فساد كبرى وانخرطت مع النظام السابق ربما ومع أشخاص في أن تكون عندها صلاحيات كبرى ويكون عندها كذلك عديد الامتيازات لم يعهد بها بعض الأسلاك الأخرى ولكن هذا الكل طبعا من باب المقدمة للشيء وأما ما هو أصلي في هذا الموضوع وهو هذا المشروع الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 46 لسنة 1995 الذي يخص أساسا العمل النقابي أو يخص تنظيم السلك الديوانة فأنا أقول أني أرى هذه العملية وهذا المشروع ككل هو من نوعية العملية البيضاء والعملية البيضاء هي في المحاسبة أو في الكونتابيليتي سموها 60 أوبراسيون بلونش أو معناتها بور أردر عليها السيد الرئيس لأنه من خلال مراجعة أحكام هذه الأحكام التي أدرجت إما تممت أو نقحت الفصول القديمة نلاحظ أنه ما أعطي باليد اليمنى وفتك منه باليد اليسرى فأعطي له حق النقابي بسيفة شكلي شكلا ولكنه أفتك منه حق الإضراب وهو حق أصلي وجوهري في العمل النقابي وفي الحق النقابي أصلا فلا يمكن الحديث كما قال بعض الزملاء عن الحق النقابي دون أن نتحدث عن آليات هذا الحق وكيفية ممارسة هذا الحق لأنه تكريس الممارسة هو في الأصل موضوع هذا المشروع لسنا هنا لننظر ونقول هذا هذا حق نقابي وها هو كيفية يمارس لكن نحن نريد أن نجد الضمانات الكفيلة بممارسة هذا الحق وهو الحق النقابي وأساسا كما قلت هو حق الإضراب لأنه ذو فعالية وهو كآلية يمكن أن تمارس بها الحق النقابي والمطالبة بتحسينات وضعيات مهنية وبالمشاغل المهنية لهذا السلك إضافة إلى كل ذلك كان من المفروض أن نكرس بحق في مثل هذا المشروع وهو مناسبة لمراجعة هذه القوانين نكرس الحق النقابي بصفة فعالية وواقعية ونقول أنه يمكن بصفة تنازلية نقول منقوش تصاعدية وإن أمكن حتى نقول تصاعدية أنه يمكن ممارسة هذا الحق النقابي باعتماد سلم معين في المطالبة التصاعدية أو الحاجة عندي إشارة حمرة حتى أحسس المؤجر أو أحسس المسؤول كوني عندي مشاغل مهنية وإن لم يستجب بعد مفاوضات تقوم هذا المؤجر وإن لم يستجب لي طلباتي ولمشاغلي فإنه يمكن أن إضراب لمدة معينة أقول مثلا لمدة ساعة وإن لم يقع الاستجابة فإننا سنجد أنفسنا أمام إضراب وهذا هو تكريس للحق النقابي الأصلي وليس من باب التزيد ولا من باب العرضي ولا من باب المسائل الشكلية التي يراد بها تزيين هذا القانون لأنه في نهاية الأمر أنا أقول أنه عندك الحق النقابي وبعد أقول لك ما عندك حق الإضراب وما عندك حق كذا إضافة إلى كل ذلك نلاحظ أنه التحجيرات جاءت برشة في القانون هذه هناك تحجير من الانضمام أو الانخراط للأحزاب والمنظمات السياسية مع العلم أنه من بعد يحكي على الجمعيات سيد الرئيس سأكمل 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 لأنه كيحكي على الجمعيات يقول يمكن الانضمام للجمعيات وهو ما يعرفش هالقانون من وضع هذا القانون هو ما يعرفش كون الجمعيات بيضا تنجم تكون عندها سبغة سياسية ما ندراني أن المنظمات عندها سبغة سياسية والجمعيات لا نحن في جارنا في الجزائر الجيش عنده الحق لانخراط الأحزاب في كل البدان هناك معنى هذه سعد رزاق رجاء بإجاز هذا القانون هو حقيقة كما قلت يحمل اسم قانون ويحمل اسم مشروع قانون ولكن جملة أحكامه لا ليست سواء عملية بيضاء لا يرجى منها شيئا وليس لها جدوى في ربما تكريس العمل النقابي الصحيح لسلك الدوان وخاصة أنه سلك نشيد وسلك يستحق التنظيم شكرا شكرا يبدو لي أنه حان الوقت لرفع الجلسة لصلاة المغرب الآن طوال الوقت 26 دقيقة نعود لإكتمال النقاش العام في حدود ساعة سبعة غير درجين يعني قلت لك سبعة غير درجين مش ضبط هذا يا سبعة غير درجين أساتير موانديس بالعربي مش وقت هذا قلت لك أنا بتلوها الشمس ولا بالقمر سبعة غير درجين باي أستخدم شكرا الآن شكرا شكرا لك شكرا لك